شركة كارادونيز التركية التي بدأت استعداداتها لتأمين باخيرتين لتوليد الكهرباء تلبية لحاجة لبنان الكهربائية بحسب المفاوضات الأولية التي أجرتها مع الحكومة اللبنانية هي شركة مدانة في دعاوى الفساد في مسألة توليد وإنتاج وتوزيع الطاقة في باكستان وقد تمكنت الام تيفي من الحصول على مساندات تظهر بأن الشركة المسمات كاركي وهي ذاتها كارادونيز صدر حكم بحقها من المحكمة العليا الباكستانية برئاسة القاضي افتخار محمد شودري في عام 2012 في إسلام أباد وهي قامت وفق الفقرة الحكمية الرابعة بإنتاج الكهرباء أقل من قدرتها على التوليد وعلى الرغم من تزديد الدولة الباكستانية إجارات باهظة فإن توليد الطاقة كان أقل بكثير من السعى المتفق عليها أما الفقرة الحكمية السابعة فتشير إلى أن شركة كارادونيز أقدمت على إنتاج الطاقة من دون مراعاة كمية طلب الإنتاج بالإضافة إلى كلفة الكهرباء المرتفعة للطاقة المنتجة بما لا يتناسب مع أحكام المادة سابعة من قانون 1997 المتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة كانوا عاملين نوع من فريق كامل متكامل للفساد من وزراء الطاقة وصولا إلى هذه الشركات وقد أدينوا بجرائم مدنية وجنائية لوحكوا فيها كلهم بداية 2010 صدر الحكم بال2012 لوحكوا كلهم منذ العام 2006 كانوا كل الوزراء المتعاقبين على الطاقة لوحكوا وأدينوا بجرم الفساد ودفع دفعات لإضافية غير تلك المستحقة بالعقود لا يجوز الشركات الملاحقة بجرم الفساد أن تتولى مناقصات عمومية لمدة سنتين إلى خمس سنوات من تاريخ الحكم وهذا مبدأ قانوني وفق القوانين الأنجلوسكسونية كذلك الأمر تمنع الشرعة الأوروبية من التقدم إلى المناقصة العمومية كل متعهد حكم عليه بحكم نهائي في جرم شأن ارتكبه المتعهد فماذا عن قانون المناقصات العمومية اللبنانية؟ من حكم جزائيا بموجب المادة 65 من قانون العقوبات بتقول يجرد من حقوقه المدنية وبالتالي يمنع عليه أن يتولى الخدمات العامة من خلال تولى المناقصات والتزام التعهدات العامة إذا اعتمدنا القوانين الدولية أو القانون اللبناني إرساء المناقص على الشركة التركية هو غير قانوني برأيك يعني؟ غير شائز إطلاقا ومخالف للقانون اللبناني والعرف في الإدارات العامة في تولى المناقصات العامة ولا يجوز أننا لدينا مشكلة كبيرة بإنتاج الطاقة أن نذهب إلى شركات أصلا مدينة قضائيا وبالأمس القريب يعني نحكي بمطلع العام 2012 وبجرائم فادحة وكبيرة ضرّت بالمال العام وبحقوق المواطنين بباكستان نتمنى من ننقل صورة الفساد يلي ملصقة بهذه الشركة إلى المواطن اللبناني هذه الوثائق لن نضعها برسم مجلس الوزراء بل برسم مجلس النواب والرأي العام اللبناني فهل يتم الأخذ بهذه المعطيات بعين الاعتبار كي لا تقع الدولة في فضيحة جديدة